موسيقى خلينا نصق ان رحمة ربنا اكبر من اي حاجة واي ازمة ممكن نشوفها وشكرا لكل ازمة خليتنا نعرف معادل الناس مين فيهم الدهب ومين فيهم الازاز صباح الخير وعلى كلام الظروف الصعبة مفيش اصعب من ظروف كورونا اللي كلنا مرينا بيها ولسه مكملة معانا وعلشان كده النهاردة معانا ومعاكم الدكتورة ياسمين محمود عضو المكتب العلمي للادوية بالقاهرة اهلا بحضرتك يا دكتورة اهلا وسهلا مرسي ليكم وسعيدة بيكم جدا استاذ ايمي استاذ داليا سعيدة بكل مشاهديني وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي اهلا بحضرتك من ورانا مرسي الفضال يا فن في البداية كده عايزين نعرف مش باختصار يعني اي كورونا طيب خليني الاول اوجه شكر وتحية لكل التواقم الطبية في ممهورية مصر العربية ووزارة الصحة المصرية كل الدكاترة كل الممرضين كل العاملين بالمستشفيات كل معامل التحاليل كل الصيدليات المصرية جميل لكم في اعناقنا وعلى رؤوسنا شكرا لكم ان انتم مستحملين في ازمة كورونا ومع بعض وازمة وهتعدي واحنا قد التحدي ان شاء الله تعدي انا جاي لكم الاول طبعا ببشركم ان الحمد لله على تاني ازمع من فبراير بالكتير هتكون الموجة انحصرت جدا نسبة الاصابات قلت جدا الحمد لله الحمد لله نسبة الوفيات دلوقتي لا تذكر بنشكر ازمة كورونا ان هي علمتنا ان احنا نهتم بصحتنا ونحاول نتخذ اجراءات لقائية واجراءات احترازية احب اعرفكم بس فيروس كورونا احنا تعرفنا على كورونا في ظروف صعبة شوية في الاول كنا متخيلين ان هو بعيد عننا فلما الدوائر بدأت تزيد وبدأنا نشوف ناس بتصاب بدأنا نشوف ناس مقربين جالهم اصابات من كورونا وكتير مننا فقدوا احباء بسبب الموضوع ده كانت تعرف بشكل شرس شويتين احباء اقولكم انه فيروس كورونا هو من الاول فيروس فيروس هو مشكلة كلمة فيروس يعني هو جسم غير حي كائن غير حي هو بيسلك سلوك كائن حي لما بتحصل اصابة يعني لما بيدخل الخلية الحيوانية سواء مثلا انسان احنا حصلت الاصابة في الصين من جراء الخفافيش هما بيقولون خفافيش تماما الفكرة كلها فين هو اسمه كورونا لانه تحت المايكروسكوب بيكون لي كراون لي تاج فهو ده شكل بتاعه مش اول مرة يكون في فيروس كورونا كتير جدا ده هو ده كوفيد 19 ده السترين بتاعه بس كان فيه قبل كده واحنا كان لنا سابقات في مصر الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي الازمات دي كلها يمكن في الازمة دي ازمة كورونا بالذات حسنا ان الجو بقى صعب بقى صعبة جدا لا انه احنا ما فيش مدارس ما فيش جوامع ما فيه حاجات كتير اتمنعنا منها كورونا مشكلته الاساسية انه سريع الانتجار وبيلزق على الاسطح فتعلمنا ان نستخدم الكولور ونستخدم الديتول وما نسلمش على بعض ونلبس الماسك والكمامات فدي اجراءات احترازية المفروض انه دي حاجات لقائية يعني في كل الاحوال لكن كورونا علمتنا خليني يا دكتور بردو اسألك ايه الفرق بين البرد العادي يعني الممكن يجيني برد ومعرفش طعم من الاكل وده برد وفيروس كورونا ايه الفرق ما بينه طيب خليني في البداية اقول انه فيروس كورونا هو هو فيروس هو برد بيواجه زي الانفلوانزة ما هو فيروس الانفلوانزة في ناس بتموت من فيروس الانفلوانزة وفي تطعيمات للهيمفلوس الانفلوانزة اللي بتعطي شهر الموسم وبنمشي اه من الموسم وبنمشي وكان فيه اكيد كان فيه ناس بسيحوا كلاش ينبقى فاهمين او شايفين انه كان برضو الانتشار بتاعه واعداد قليلة والاعداد كانت قليلة هو كورونا مشكلتنا هو سريع الانتشار وكنا بنقلق منه على الناس كبار السن وبنقلق اكتر على الناس لليوم امراض مزمنة زي الناس مرضى الضغط مرضى السكر مرضى القلب حتى كمان في الاول كنا بنقول الاطفال ما بيجي لهمش كورونا وكانت هي دي المشكلة انه الاطفال بيصابوا بالكورونا لكن هو بيظل كارير مع بداية عشرين واحد وعشرين في اطفال توفق بالزبط احنا من بداية الازمة يا دكتور احنا بنتكلم على تقوية الجهاز المناعي للانسان اللي هي بمثابة الجيش اللي بتحميه من العدوة ضد اي فيروس بالزبط وده للاشخاص العادية بالزبط لكن انا دلوقتي عايزة روجدتة لتقوية الجهاز المناعي للاشخاص اصحاب الامراض المزمنة طيب خليني اقول انه انه صاحب المرض المزمن هو لما بيروح للطبيب بتاعه الطبيب يكون عمله نظام غذائي ونظام دوائي هو لو التزم بالنظام الدوائي ونظام الغذائي اللي دكتور عملهوله مش هيكون الان بالاضافة انه يبدأ بقي يشتغل على يقوي المناعي جهاز المناعي ازاي نزود فيتامينز في الاكل بقى احنا احنا كمصريين ربنا كرمنا بالترابيز المصري عندنا كل الفواكه كل الخضروات والسنة عندنا الخضار الطازة عندنا الفكهة 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 البرتقان الجوافة فيها ثلاث اضعاف فيتامينز ي الفراولة انا بشوف كازا نوع فكهة في فيتامينز ي في السوق الخضار يا جماعة يعني نرجع نحط بصلة في طبق الغداء ونقتر بقى من الالوان فيه في الالوان والشعب البصل والخور يعني فعلا الخضروات والفكهة والحاجات دي ليها دور في تقوية الجهاز المناعي طبعا طبعا انا بقوي الجهاز المناعي عن طريق حدين طبعا المناع الزاتية بتاعتي عن طريق الاكل وطبعا الحركة وضوء الشمس ونفسية يا جماعة النفسية يا جماعة النفسية النفسية مهمة جدا علشان اقدر قبل الاصابة اقوي جهاز المناع وفيما بعد الاصابة حالات الزعر اللي بتحصل ما هو حالات الزعر دي ممكن نفسية الانسان هي اللي تأثر على منعته بالتالي انا بضع في الجيش اللي ربنا الدهون طب قول لي حضرتك الاعراض اللي بتظهر لفيروس كورونا عشان لو حد من الجمهور حاسس بالاعراض دي وبيقول لا ده برد مش كورونا طيب اولا ما نصحش حد يا جماعة ما فيش مكابرة ما حدش يكابر ما حدش يقول ما حدش كبير على المرض وبرضه في الناحية تانية ما بقاش ما يبقاش في حالات زعر يعني ما يبقاش في زعر طب ايه الحاجات اللي قادر اقول ده كورونا ارتفاع الحرارة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ وبشكل سريع وبشكل غير يعني لما بدي خوافض حرارة يدوبك نص ساعة او ساعة بكتير ولاقي خافض الحرارة مش فعال ابدأ اشك انا هقول كم عرض اتنين منهم واحد منهم او كلهم مع بعض نبدأ نشك ونبدأ نتوجه لقرب طبيب والحمد لله مراكز وزارة الصحة المصرية وزارة الصحة المصرية وزارة الصحة موفرة للبروتوكول بتاع الكورونا اول حاجة ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة اكتر حاجة مقلقة صداع شكل غير معتاد غير طبيعي اعراض في الجهاز التنفسي كحة سعال جاف حمار شديد في العيون التهابات في البشرة او راشز او باتشز كده بقع في البشرة ده شكل مفاجئ والانسان ما عندهش صبقة حساسية مثلا او متخدمش حاجة حساسية يعني ما كانش مثلا الحاجة عراضته للحساسية بالزبط اجاز الهضمي الاسهال المفاجئ المفاجئ ده يعرفني ان فيه بدايات بالكورونا حضرتك كده بتفرق ما بين البرد العادي واعراض الكورونا يعني لو حد دلوقتي بيشوف بيسمعنا وشايفنا وشايف الاعراض دي عنده لأ يتواجه للمكان اللي الدكتور قلت عليه وان شاء الله بإذن الله المراكز الطبية كلها عندهم بلتقول الكورونا والمستشفيات كلهم والاطباء والصيادلة والدكاترة كلنا دلوقتي بقينا مدربين على مواجهة كورونا ويا جماعة دي ازمة وهتعدي والناس كلها دلوقتي بتقدر تفرق بس محدشي كابر رجاء المحدشي كابر هو على ضوء الاصابة بالفيروس كورونا كان من المفترض ان يكون معنا الفنان القدير مجدي صبحي ولكن نظرا للظروف خاصة مش هيقدر يتواصل معانا وطبعا تمنياتنا له بالشفاء العاجل بإذن الله اتمنى المشفاء ان شاء الله يعني يا رب ان شاء الله اتعدي على خير ان شاء الله بإذن الله طيب يا دكتور هو كتير مننا من اول ازمة بناخد بقى فيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين الف وزينجو هل كل الفيتامينات دي نقدر ناخدها بدون استشارة طبيب طيب خليني اقول انه الفيتامينز الكتيرة كنا الاول بنقول عليه سلاح زوحة الدين لانه الاكثار ممكن يضر زي عدم موجود الحاجة بس خليني اقول انه في الجائحة اول مرة يبقى فيه بنقول مش قزمة كورونا دي جائحة كورونا لا نقدر ناخد فيتامينز ونقدر ناخد واكتر من نوع فيتامين في اليوم هناخد الزينج هناخد فيتامين سي هناخد فيتامين دي الناس اللي عندهم نقص في فيتامينز او طمعا بيبقى له اعراضي يعني هما بيبقوا عارفين وبيروحوا للدكاترة هياخدوا جروعات مكسفة من فيتامينز من التعرض للشمس من الكالسين من فيتامينز برضو من الزينج طبعا الاكل لازم نكون حرصين يكون فيه بروتين سواء نباتي سواء حيواني يعني ما هو حمص فول لحمة فراخ كل الحاجات دي طبقى السلطة الخضار العصير الطبيعي تمام طمع اه فيروس كورونا بقى فيه ناس ممكن بيجي لها يعني تنطلقها العدوى وفيه ناس لأ ايه السبب ده اه هي القصة كلها اتفقنا انه المناعة هو جيش الانسان اللي بيواجه لأ حاجة داني يجري المناعة ممكن تدخل في فيروس كورونا لو انا بتعرض يعني مثلا الدكاترة عشان معارضين باستمرار لمرضى كورونا فاكيد طبعا هما الجنون فانا لما اكون شك ان حد عنده كورونا يا يا جماعة يعني ما ينفعش العداد بقى بتاعتنا المصرية حد عنده كورونا خلاص يحصل عزل ودي مش حاجة اه مثلا هنكون حارسين احنا تواصل معاه ونهتمي بيه ونفسيته مش لازم نقرب منه يعني هو اللي بتعاد عن مرضى كورونا والابتعاد عن الاماكن المزدحمة الاجراءات الاحترازية بقى بتاعتنا الاجراءات الاحترازية اللي مطلوبة مننا المسافة المطلوبة اه اه اللي هي بتاعتنا المسافة عنده كورونا دي تفرق بقى اه دي تفرق اه اه وضح لنا ازاي حامل المرض او عرضة ليه تمام هو الفكرة كلها انه ممكن حد قدامي اكون انا بتعامل معاه بسلم عليه عادي جدا ولا انا مش لابتة ماسك الا المسك وهو يكون حامل كارير للمرض زي العيبين الكورة لما شفناهم زي ممثلين زي اه ناس عايز يوسطنا جالهم الكورونا وخف من الاعرض من غير ما نعرف ان هو عنده كورونا فعشان كده بقول انا بحمي نفسي هما الصينيين بصراحة اشترا الناس طبقوا القادة دي اتعاملوا مع كل فرد على انه مصاب وتعامل هو كأنه هو مصاب حتى في حالة عدم ظهور الفيروس فبالتالي قدروا يواجهوا تمام يعني لو حضرتك يا دكتور دلوقتي تدينا روجتة ارشادات وقائية نتبعها بالضبط انا حابة اقول ان نرجع بقى للأكل المصري بتاعنا الاكل الجميل نرجع للترابيزة المصرية الغنية بالخضروات والفواكه والاكل المصري الوريانتل بتاعنا بلاش بقى يعني الطبق السلطة الخضرة الجرين سلطة بتاعنا ده مش لازم بقى الرشند وصيد رسلات والكلام ده لأ خلينا بلاش منتجات اللحوم يا جماعة منتجات اللحوم المحفوظة اللانشون البصرمة السلامي كل الحاجات دي نبعد عنها تمام عايزين بقى نزود نسبة الفيتامينز بتاعتنا التعرض للشمس والتهوية بين هوا بيوتنا وقدر الإمكان يبقى فينا ضافة دورية في البيت ويوميا بنعقم بكلور ويقوله مش حاجة صعبة وست البيت المصرية من أشطر الناس وقدر دلوقتي تتغلب عن موضوع ده الحقيقة بنشكر حضرتك جدا على المعلومات القيامة دي وعلى وعد بلقاء تاني إن شاء الله لإن لسه عندنا أسئلة كتير محتاجين نقولها يعني في أي وقت وتحت أمركم وتحت أمر جمهوري وأذنوا هتعدي وانتم قدر تحدي إن شاء الله تعذي بإذن الله بنشكر حضرتك الناس اللي ساعدتك وقفت جنبك هي أكتر ناس بتفرح لما بتوصل لحلمك احلم وتعب هتلاقي مليون إيد تتمدلك وفتكر كويس إن في ناس كتير غيرك ما بتعرفش تحلم شكرا يا إمي شكرا يا داليا شكرا يا دكتور شكرا لفيروس كورونا اللي خلانا نعرف إيمة النعمة بعد ما راحت مننا وعايز أقول لكم إن إحنا كده هنروح نهاية الفقرة لكن هنروح لفاصل فيديو لطيف ونرجع على الفقرة الفنية وزميلي بلال عبدو شكرا